طب في نقطة بس غايبة يعني فوز تكلام الحدك ده قلت كله أين وزارة الإعلام من ده يعني حضرتك روحت للسيد أنس الفئي قبل كده لوزير الإعلام السابق وهو اللي بعد طب ليه لماذا لم تتقدم مثلا للسيد أسامة هيكا دلوقتي أو تتقدمه يعني كان قابة مش قرص تتقدمه لوزير الإعلام بالطلب ده ويطلب إنه يفحص يعني يعني يبقى مسنود بوزارة الإعلام زي ما بنقول أو وزارة الإعلام هي اللي بعتاه لو رأيت إنه هو يكون مفيد لكل الإعلاميين هو الحقيقة فيها حاجة سيني الحاجة الأولانية إنك إنت بتشتغل في ظل النظام قامعي بيبقى فكرة إنك إنت تبادر بإنك إنت تروح لمؤسسات معينة فكرة محصورة جدا فترة اللي جاية هتشهد قانون الحريات النقابية وده كل النقابات وعلى فكرة قانون مية ملغي أوقف قانون مية للنقابات المهنية بقرار قضاء فأصبحنا في انتظار ما يسمى بقانون الحريات المهنية قانون الحريات المهنية هو لا يحدد لنا هلروح لمين ده جميل مهداء مهداء لما يتم الغازة الإعلام يعني فيه أوضاع إحنا لسه بننتقل بيها فأنا عشان كده أنا بسأل في الجناير أنا مصمم على فكرة إنه بعد 25 يناير مفروض ما يبقاش في وزارة إعلام فماتس المفروض إنه يبقى فيه هيئة قومية مستقلة لإدارة الإعلام الرسمي أوه أستاذ علي أنا مع حضرتك في الحضرتك بتقوله بس إحنا عندنا معضلات كده هو لا يمكن حلها بين يوم وليلا لسبب لأنه مثلا ميزانية اتحاد الإذاع والتلفزيون علشان بتطلع لوزارة الإعلام لما اتلقت وزارة الإعلام بقى فيه مشكلة في الميزانية وبقى فيه مشاكل كبيرة جدا الميزانية خلاص طلعت فاللي هو حلها دلوقتي الموظفين مش هياخدوا حقوهم جير بالطريقة دي لغاية منحل مشاكل الكيانة المعقد الكبيرة اللي اسمه وزارة الإعلام اللي جواها حاجات كتير هو أنا أقول لك حاجة ملخوضة بس صغيرة إن دكتور سامي الشريف لما كان رئيس الاتحاد كان رئيس الاتحاد بصلاحات وزير بص يعني دعنا نتخطع منطق دكتور سامي الشريف لأعتراض يعني جميع الإعلامين لا أنا أتكلم على القرار اللي صادر المجلس الأعلى للثقافة ولا ميتم استخدام هذه الصلاحات بشكل صحيح لا أنا أتكلم في القرار يا أستاذ فادي ما ما تتكلمش في الشخص ومدى ومدى لا الشخص إحنا عندنا تحفظات وكنا بنطالب برحيله وأقصية لأسباب ما فيش جعل ذكرها لكن إحنا بيتكلم في فكرة المجلس القومي للأثار هنا كده بقى الفكرة إنه يبقى فيه هيئة قومية زي اللي بي بي سي بي بي سي بتاخد على فكرة من الضرائب جميل تاخد زي رسم النور وزي رسم الإسلام والمياه والرسم اللي بيتكلمه عنه وأخذ برحيلاتك إذن البي بي سي موالم الدولة في رئيس هيئة البي بي سي وهي هيئة مستقلة ما هم لا اعتراض على ذلك وإحنا نقدر هو السؤال دي نقدر نعمل ده الصبح ولا نحل الأول مشاكل ونشوف الفلوس جاية وراحة فيهم ونحاول نحل كده ونراحهم المشاريع وندرسها عشان نقدر نعمل ده ولا نعمله ونرجع فيه هارجع لنفس السؤال لنفس المسألة هيئة المجلس العالي الأثار أو الهيئة القومية للطاقة النووية هي نفس المسألة هي هيئة مستقلة يديرها رئيس الهيئة وما فيش حاجة سنوزارة إعلام أقول لحضرتك ليه ما فيش وزارة إعلام ليه مش عايزين وزارة إعلام وزير الإعلام بيعينه رئيس الوصر وبيحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية ورفاقه زميله يعني في مجلس الوزارة هم زميله فتتصور أن حد بيدين بالولاء للي اختاره ويدين بالولاء للي أقسم أمامه اليمين وفي نفس الوقت بيعمل خواطر لزميله في مجلس الوزارة فإزاي يتم لا بس ده وضع بقى احنا قلنا ده كان قبل 25 يناير يعني احنا مفروض أن احنا بعد 25 يناير تتغير هذه الأوضاع كلها وإنه احنا بنشتغل إذا أردنا التغير الحقيقي فعلينا أن أعمل حكتي الجمالة وطني الإعلام ومهمتها إدارة المنظومة الإعلامية في مصر بالقطاع الخاص والعام وده سيبقى هيئة مستقلة أيضا وهيئة مستقلة تحدي زعو تلفزيون إذا كنا بنتكلم في إدارة صحيحة لدولة تبحث عن حرية إعلامها وحرية إعلامية بمعنى أصح أنه يعني لو أنا أخدت ملاحظات على تلفزيون مصر الفضل اللي فاتت هتلاقي فيه بعد الثورة مباشرة من 13 فبراير لغاية نص مارس أو أول إبريل كان فيه حالة من حالات الانفراجة الجامدة جدا ثم بدأت تنزل شوية وتعلى شوية أصبح اختيارك أنت الشخص مفيش منظومة مفيش استراتيجية تغيرت لكن هو فادي عايز يجيب فلاني الفلاني عشان يعمل موضوع عن الصوار هيجيبه في حرية في المسألة دي لكن المنظومة الرئيسية بصوا لا أحد يعترض يعني مفيش معتقدش أنه فيه إعلامي بيعترض على أنه إحنا عندنا مشاكل في المنظومة يجب أن تحل بشكل جزري وبشكل بشكل مخطط له هو استراتيجي أولها السياسة الإعلامية اللي أنت لازم أن تمر عليها وإحنا قعدنا ولكن للمشاهد اللي ما يعرفش فيه السياسة الإعلامية ده ترم أعلامي أو مصطلح إعلامي بيدرس في كلية الإعلام وأنه مفيش حاجة أسمعها في الدنيا إعلام مش موجه كل الإعلام في الدنيا هو سياسات بما في ذلك CNN وبما في ذلك النزيرة مفيش حاجة أسمعها إعلام ليس له توجهات مفيش أعلام محايد وعلى فكرة الإعلام الغير المحايد وإعلام جايد جدا إنه ما ينفحش تطلع تبقى مع الرائجة لازم أن يبقى عندك منهج طيب أستاذ علي أنا محدش معترض على ده هو الاعتراض كله على إنه إحنا مش قادرين نعمل ده الصبح يعني مش قادرين إنه هو يعني هما إطلقت وزارة الإعلام بس كان البديل أعتقد إنه البديل كان محتاج وقت إنه هما قبل ما نغوا عشان يشوفوا المشاكل إلا ده حصل بعد كده أنا مختلف إطلقت وزارة الإعلام وكان فيه تحسن في المسألة وكان ممكن إنه مش الطريق صح حبوا تحجيم الإعلام المصري فبدأنا نرجع لوزارة الإعلام تاني طيب ختماً لكلامنا عشان معنا قال مندي إيه عايز تختم كلامك بإيه الهوى مع حضرتك كلم المسؤولين الذين تراهم صالحين لسماع كلماتك يمكن حاجات تضغير أنا بكلم زميلي الإعلاميين إزعيين في كل المحطات الخاصة والعامة النهاردة قطوة على الطريق الصحيح لإقامة نقابة مهنية تدافع عن حريتكم أرجوكم حاولوا تستغلوا هذا العرص الجميل العرص الإعلامي والإزاعي الجميل وكلكم تتوحدوا تعالوا شرفونا ولي مش عادوا ممكن يجي ينتخل أي حد النهاردة من كرنيل من كرنيل شغل إحنا النهاردة بنرحب بكل إزاعي مصر في الإزاع المرئية والمسموعة عشان يشاركنا هذا العرص الرائع ويعمل خطوة هيبقى عندنا إدارة لمشروع النقابة وإن شاء الله في خلال شهور قليلة هيبقى عندنا نقابة بقوة الإعلاميين وبحريتهم نتمنى ذلك وأعتقد بس أنه نازم فيه أكثر من مرشح يعني هذه هتبقى مشكلة أن الناس تنزل تروح اللي هو عارف أنها تدي صوتها لحد بعينه وخلص فأعتقد أنه يعني لو يعني أرجقتم ده أو تم التفكير فيه ممكن الموضوع يبقى فيه يعني أخدوا رد زي ما بيقولوا لأنه صعب أنك تروح تدي صوتك لحد حتى أنت مش عارف لسه لغاية دلوقتي طبعا إحنا هنعمل إيه أو يعني أعتقد أنتوا ترياث قليلا أنا سيد تامر عايز أقول سيد فادي عايز أقول لحضرك حاجة أنه سيد سيد الغبان ربما النهاردة يبقى عندنا مفاجأة أن تحصل انتخاب لقيادة جماعية لمجلس النقابة ويبقى عندنا مجموعة مسؤولة في فترة انتقالية مدية 6 شهر لسنة تقدر تنف تخرج بهذا المشروع إلى النقاش نتمنى لكم مش هتروح النهاردة تنتخب سيد الغبان هتروح النهاردة عشان تختار قيادة جماعية لمشروع النقابة وإحنا محتاجين ده ومحتاجين مؤذرة كل الإعلاميين وبنتمنى لكم التوفيق المخرج علي أبو هميلا المخرج الإداعي نورتنا بجد نتمنى للمشروع النقابة كل التوفيق عشان احنا كلنا كإعلاميين كل المزيعين في جمهورية مصر العربية زي ما بنقول من أولها لأخيرها يعني فضايات خاصة وعامة خصوصا إن فيه فعلا مواقف حصلت مع مزيعين محترمين كان يجب إنه يبقى فيه ممثل لنا يقف يرد على الناس ويبقى فيه موقف قانوني بنشكركم جدا والملكة التوفيق انتظارك